هل تسبح بالمسبحة لا بأس من التسبيح بالمسبحة نبي صلى الله عليه وسلم دخل على بعض نسائه فوجدها عندها نوى يعني النوى حق التمر النوى الفصم هذا قال ما هذا قالت شيء نسبح الله به قال ألا أدلك على ما هو أفضل قال العلماء دلالتها على الأفضل لا يدل على تحريم المفضول لو كان التسبيح بها محرما لقالها لا تسبحي بها وسبحي بالأصابع فقط لكنه دلها على الأفضل وقد كان بعض السلف من الصحابة والتابعين يستخدمون أشياء يسبحون الله بها